الحقيقة الفرقة دي شاركت في بطولتين السنادي بطولت القاهرة وبطولة المرتبط والسوبر ماصر بطولات السوبر مصري فوزنا بيه المرتبط لم نوفق بطولت القاهرة فوزنا بيها بطولت افريكا مشاركناش مشاركناش فيها عندنا كمان بعد شوية طبعا هيبتدي دور السوبر وبعد كده كأس مصر ففاضل بطولتين لهذا الفريق نتمنى ليه التوفيق فيهم اكيد المنافس طبعا التقليدين لسبورتينج اكيد المباراة مش هتكون سهلة بالمرة هنروح للخبر الأبرز يعني الحلاي أحياء محليا وهو يعني أثار يعني بلبلة كبيرة في الوسط الرياضي من مبارح الخبر اللي هو إيقاف طبعا المهندس الشام حطب رئيس اللجنة الأوروبية المصرية وتولي المهندس سياسر إدريسا القائم بالأعمال خلينا أحكي لكم القصة وقال لكم إيه الوضع واشفه بحضراتكم كويس قوي وإيه قانون الرياضة 71 سنة 2017 والحقيقة ولا ينبئه كمشل خبيرة لها مشوار كبير جدا 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 عن مع قانون الرياضة ومركز تسويق التحكيم الرياضي وتجربة كبيرة 2017 طيب المهندس الشام حطب خلينا أقول لكم يعني ده طبعا المهندس سياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة والقائم بالأعمال رئيس اللجنة الأوروبية حاليا ومن أحد الشخصات الرياضية البارزة وكان عضو مجلس دارة نادي الزمالك السابق وعد فترة طويلة عضو مجلس دارة نادي الزمالك السابق بعد كده خرج من نادي الزمالك برئيس اتحاد السباحة بقاله يمكن 16 سنة تقريبا رئيس اتحاد السباحة وكان أمين أول مساعد للجنة الأوروبية المصرية وبعد كده تولى في اجتماع مجلس دارة دي صورة دي حديثة على فكرة صورة دي حديثة وبعد كده قعد فترة الغد ما حصل اللي حصل وأنا أحكي لكم إيه اللي حصل بزبط يعني إيه لجنة الأوروبية المصرية اللجنة الأوروبية المصرية هي يعني الهيئة المسؤولة عن الإشراف فنيا عن كل الاتحادات طب بيتم بتشكيلها إزاي؟ بيتم بتشكيلها أحكي لكم القصة الأول أو الهرم الشكل الهرمي بيجي إزاي؟ الأول انتخابات الأندية بتعقد ويتم اختيار مجالس إدارة الانتخابات الأندية وهو ده خلي بالكو الترتيب المنطقي أي ترتيب غير كده كان بيبقى مش غاب مش صح وإحنا قلنا الكلام ده مئة مرة وما كانش حد بيسمعنا الترتيب يعني ما ينفعش تعمل اتخابات الاتحادات قبل الأندية لازم الأندية الأول تعمل اتحادات لأنه ده الهرم تعمل اتحادات دي يعني دي جمال عمومية الأكبر في الدولة يعني اللي هي الأندية الرياضية هي الأندية نادي الأهلي نادي الزمالك والأندية كلها الشعب المصري عضو فيها بيختار مجالس إداراته المجالس إدارات دي بعد ما تم اختيارها بيتم اختيار الاتحادات كل اتحاد عنده أعضاء أعضاء وأندية فبيدعوا الجميع عمومية وبتدي الانتخابات بعد ما بتم انتخابات الاتحادات بتيجي انتخابات اللجنة الألمبية المصرية انت عشان تبقى عضو في اللجنة الألمبية المصرية لازم اتحاد من الاتحادات يرشحك لانتخابات اللجنة الألمبية قد تكون عضو في مجلس إدارة الاتحاد النفسه أو خارج يعني أنا ممكن هيسم السعيد لعب دولي اتحاد السلر طاقه إنه لا إحنا عايزين هيسم هو يمثلنا في اللجنة اللومبية المصرية فبيرشحه اسمي يروح للجنة اللومبية المصرية عشان خوض الانتخابات القادم في اللجنة اللومبية وبتعقد بعد انتخابات الاتحادات كل الهصة اللي حضركم سمعنا دي بتتعامل بعد دورة اللومبية يعني دورة اللومبية عشان عشين عشان 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 ع قدمه 14 واحد طبعا انا عايز اقول لكم الفترات اللي فاتت حصل كلام ولا حرج واحدس ولا حرج يعني حاجات كتير وانا واحد من الناس كنت شايف انها غلط بس هو ده اللي كان موجود تم انتخاب المجلس اللي دارت اللجنة الومبية الحالية وكان ورئيسه المهندس شام حطب وكل بقى الامناء والاعضاء وكان بينهم المهندس محمد عامو الطلب من اتحاد السلة نائب رئيس اتحاد السلة والاستقال من الاتنين عشان يمسك مكتب طب ايه اللي حصل اليومين اللي فاتوا اولا قانون الرياضة الجديد اللي هو قانون سبعتاشر واحد وسبعين سات 2017 سهل تحفظه ان تتعكس 2017 تبقى رقم واحد وسبعين القانون ده منع او قلل من تدخل الوزارة في اعمال الاتحادات يعني ما ينفعش الوزير النهاردة يطلع اقولك انا بحل مجلس ادارة الاتحاد الفلاني الا في حالة واحدة فقط مخالفات مالية ما بيحلوش كمان بيوقف هذا الاتحاد ويحيلو للجهات التحقيق المسؤولة وتبر بقى الجهات دي انا ما عرفش ممكن تكون مين ولكن في العادي بتبقى مثلا النيابة العامة بتبقى اه ما عرفش يعني انا مش راجل قانون يعني عشان اقول ولكن بيتم حالته لجهات التحقيق المناسبة فهنا بيتدخل الوزير في حالة واحدة وعلى فكرة في كل حتة في العالم كده شوفني قبل كده بلتر رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم الاستورة اللي كان ما حدش يدري يعني والله عد لغات حاجة وتمانين سنة رئيس الاتحاد عمره حاجة وتمانين سنة رئيس الاتحاد فالنهاردة توقف من دولته ماليا وتم تحويل التحقيق وتعامل الانتخابات وبعا كده شوفنا بقى رؤساء الاتحادات للدولية اللي جون بعد كده اللي احنا مكناش هنسمع عنهم اللي هو لتم الاطاحة ببلتر طيب المهندشة محطة برئيس الاتحاد الفروسية والاتحاد الفروسية هو اللي رشح اسمه عشان ينزل انتخابات اللجنة المبئة عن النقاب الرئيس فالنهاردة المخالفات كانت فين المخالفات كانت في اتحاد الفروسية فتم اقاف الاتحاد بالكامل واحالته للنيابة ده البيان اللي طلع من اللجنة المبئة المصصية ومن وزارة الشباب بالمناسبة وبالمناسبة احنا عارفين الكلام ده من اسبوعين فات وعارفين اعرفنا ان فيه كلام وفيه لجان راح تفتش والكلام ده كله ولجان ما نعود دخولها يعني قصة كبيرة كده انا مش ادخل فيها لان احنا نادي القلم يعني احنا في قناة نادي القلم بنتكلم عن احداث ما بنتكلمش عن رأينا ايه بننكلم عن اللي حصل اللي حصل انه بعد ما تم ده تم وعرفنا ان فيه جامعة وما حاول التنعاقد وما عرفتش وبعد كده توجهه للوزير المهم القصة ان الوزير مارس صلاحياته دكتور اشف صبحي وزير الشباب الرياضة مارس صلاحياته باقاف هذا الاتحاد وتحويله للجهات التحقيق طيب في الوضع ده القرار بتاع الوزارة راح للجنة الومبية المصرية فكده الصفة الاساسية للمهند شامحطب اللي بتخليه بيمتاز او يتمتع برئاسة اللجنة الومبية هو رئيس الاتحاد الفروسية فهنا زالت عنه الصفة الاساسية اللي هو رئيس الاتحاد الفروسية حتى لو مؤقتا عشان فيه تحقيقات تحقيقات تدينه وقتلات وتدينه احنا ما نعرفش وكل الاحترام طبعا يعني احنا ما نعرفش إلا هيتم وإلا هيحصل ولكن لحين ده يتبت فيه وده القرار بتاع الوزارة اللي تقال لحين البت في المخالفات او انتهاء الدورة يعني ايه انتهاء الدورة انتهاء الدورة عشرين اربعة وعشرين زي ما قلت لكم من دورة الومبية اللي جاي يعني همكلم في تامن تسعة شهور هو الباقي من عمر اللجنة الومبية المصرية طيب لو التحقيقات خلصت وما ادنتوش خلاص يرجع تاني المكان ويرجع الوضع والطبيعي طيب لو التحقيقات دانيتو خلاص فقط كده للأبد طيب لو ما خلصتش او لم تديني يعني خدت وقتها في التحقق والطمحص والكلام ده كله برضو تنتهي خلاص يبقى الولاية انتهت ونخش على الانتخابات جديدة وأظنه مش هيبقى ليه الحق انه ينسل هنا الوضع كان قاتي طيب اللجنة الومبية المصرية عملت اجتماع مبارح وكان اجتماع هو اصعب لتاريخ اللجنة الومبية في الدورة دي طبعا القانون هو اللي بيسود طبعا احنا دول القانون والقانون واللوايح هي اللي هتسود فجي القرار من الوزارة راح لللجنة الومبية المصرية اجتماعوا لجنة طارق كان 12 عضو مبارح تقريبا او 12 وكان فيه 3 بالزوم وفيه 2 غابوا ده على ما اتذكر يعني هو ده فيه مجموعة كانت بتزوم ميتنج ويعني 9 حضروا و3 بالزوم ميتنج و2 ما حضرواش صح كده كده 14 مهند شامحطب اللي ما حضرش نفسه لعني مهند شامحطب كان حضر الجلسة وما فيش حاجة تمنعه ولما جات منقشة دايما في المجالس بيحصل كده دايما لما بتحصل منقشة تخص صاحب الشأن جوه الجلسة لازم يقوم يخرج وده القانون معروف في كل حتة والحقيقة كان لها الشرف ان انا كنت فيه في كذا مجلس ادارة قبل كده وده كان الوضع لما بقى فيه منقشة تخص احد العضاء حتى لو رئيس بيخرج وده بيكون احترام للقانون يعني او بيشير الحرج عن زميله فبعد ما خرج وتناقش الموضوع التزمت اللجنة الامبية وقرار بالاجماع انه يلتزموا بقرار الوزير وبإقافه وتأوى تم اختيار مهند شامحطب من المهندش ياسر إدريس اللي شفنا صورة من شوية من المجموعة الحضرة عشان يكون هو القائم بأعمال رئيس اللجنة الامبية المصرية دي القصة بمنتهى الحيادية احنا يعني في نادي الاقل او قناة نادي الاقل عودناكم ما بنقولش رأينا في حاجة او بنقول اللي خص النادي الاقل بنقول رأينا فيه طبعا ولكن حاجة تخص الشأن العام احنا بنقول الحدث قدام حضرككم بننقله قدام حضرككم طيب اللي هيحصل فترة اللي جاية ايه محتاجين انتخابات جديدة لا على منصب الرئيس اظن مش هيحصل انتخابات جديدة لانه خلاص فاضل 8 شهور او 9 شهور على الدورة تنتهي الولمبياد اللي جاية في شهر 8 يعني احنا بنتكلم في شهر 12 اقول احنا دلوقتي في يناير يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 8 شهور وهو ده قانون الرياضة قانون 71 لسنة 2017 اللي الحقيقة مليان مشاكل كتير انا برضو بنقول خلينا نقول الحقيقة ان القانون في بعض التعديلات تخص الستثمار ووزير الشباب ورياضة طلعا قال كده وقال ان احنا محتاجين نضيف بعد ما نفذنا القانون بقنا 6 سنوات في بعض الامور ممكن تكون احسن من ضمن الامور برضو يعني المهمة اللي لازم تعرفونه ده يعني النهاردة اتحاد الفروسية هيتم العمل مع ايه حقيقة لما انت سألت السؤال ده تقول ما انا مقدرش اقول رأيي لما اشوف اللايحة لائحة التحاد الفروسية ايه النهاردة في بعض اللايح بتقول تيجي لجنة مؤقتة هو لائحته كده في لائحة بتقولك المدير المال المدير التنفيذ المدير الرياضي هم يدولوا للتحاد لغاية اول انتخابات كل اتحاد بيبقى ليه لائحة وانحنا نقفش لائحة للتحاد طب مين اللي هيقول الوزارة الوزارة هتجيب او لجنة الومبية لجنة مش الوزارة هنا لقاسف لجنة الومبية برئاسة دلوقتي مهندس سياسر ادريس هيحصل ايه هيقعد يتكلم يشوف